المجلس الموافقة على توصية بالموافقة على المرسوم بقانون بعد مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2020 بشأن التأمين ضد التعطل والذي يهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا ووافق مجلس الشورى في جلسته على توصية التقرير التكملي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2017 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017 وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزرات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017 كما وافق المجلس في ذات السياق على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018 اشتركوا في القناة